مأرب لافتة الدولة اليمنية وحضورها الفعلي حيث صوت الدولة وقانونها وحضورها الأعلى منذ لحظة تقويض الدولة على أيدي ميليشيا الإنقلاب من أصغر نقطة عسكرية إلى أكبر قصر جمهوري لم تثبت الدولة حضورها في مأرب على طبق من ذهب لكنها جملة من المكابدات دفعتها المحافظة وتضحيات ضخمة في ظل إسناد شعبي من كل اليمن جعل مأرب خلاصة يمنية لمت شمل اليمنيين شمالا وشرقا وغربا وصدقت فيها نبوءة الفضول في كلمته الشهيرة قولي لمأرب متى سده يضم السيول المواجهة الأخيرة بين عصابة مسلحة وبين نقطة تفتيش في مأرب كانت اختبارا لحساس الجاهزية الأمنية تجاه مسألة احترام الدولة وتقاليدها وقوانينها والتصدي للعصابات التي تقدم ذاتها فوق القانون والدولة وتنظر إلى جنود الأمن والشرطة بنظرة استعلائية بحسب مصادر ميدانية مواجهة ذهب ضحيتها جنود أبرياء ومواطنون أيضا تمزج بهم في معركة خاسرة في سبيل مزاج الذين لهم سوابقوا في التعدي على قيم الدولة والمجتمع مستندين على نشوة السلاح والمال والتاريخ الطويل من العدوان على الدولة والناس على خلفية حادثة نقطة الفلج في مأرب ومقتل عدد من أفراد الأمن وعدد من المواطنين تبدو مأرب في مهمة جديدة لها علاقة بمواجهة الإنفلات والتعدي بذات طريقة التي واجهت فيها الإنقلاب والاشتياح وكانت سد الجمهورية والشرعية والمقاومة دور شرطة مأرب في ترسيخ الأمن في المحافظة يبدو حاضرا ويقظا وعلى قدر من النبهة واليقظة ويسعى إلى ترسيخ مفهوم دولة القانون لدى الوعي الشعبي ومحاربة ثقافة النفوذ والمشيخ المتجاوز للقانون بحسب ناشطين فإن دور قيادة محافظة مأرب والكيانات القبلية سيظل حاضرا في إبراز ثقافة الدولة والقانون وتقدير تضحيات الجنود وتخليد دور شهداء الواجب